اشتركوا في القناة نظراً لأن جسم الإنسان غير قادر على صنع فيتامين B12 فمن الضروري أن نحصل عليه من المكملات الغذائية أو الأطعمة الحيوانية لكن بعض الناس لا يأخذون هذا الفيتامين على محمل الجد وبسبب هذا ينتهي بهم الأمر بالمعاناة من نقص فيتامين B12 وفقاً للإحصاءات يعاني حوالي 40% من سكان أمريكا الشمالية من نقص فيتامين B12 أيضاً أولئك الذين يعانون من متلازمة التعب المزمن أو الألم على العضل الليفي يعانون أيضاً من نقص فيتامين B12 في هذا الفيديو سوف نخبركم عن العلامات التي سوف تظهر عليك إذا كنت تعاني من نقص فيتامين B12 وبعض الخطوات المفيدة للتخلص منها ولكن قبل أن نبدأ أعزائي لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتشغيل الإشعارات حتى يصلكم كل جديدنا أولاً لا يمكنك البقاء مستيقظاً التعب هو أحد أكبر العلامات الدالة على نقص فيتامين B12 هذا ليس تعباً طبيعياً بالرغم من ذلك إذا كنت تنام ثماني ساعات على الأقل باستمرار وما زلت متعباً فقد تكون تعاني من نقص فيتامين B12 يعتمد جسم الإنسان على هذا الفيتامين لإنتاج خلايا الدم الحمراء وكلما زاد عدد خلايا الدم الحمراء التي يتم تكوينها يتم نقل المزيد من الأكسجين عبر الجسم شيء واحد يجب تذكره هو أن التعب هو عرض واحد فقط ثانياً عضلاتك ضعيفة للحفاظ على قوة عضلاتك فإنك تحتاج إلى الأكسجين تعتمد خلايا الدم الحمراء التي تنشر الأكسجين في العضلات على فيتامين B12 لذلك إذا كنت تعاني من نقصه ستشعر بضعف في عضلاتك ثالثاً مشاكل في العين في الحالات الشديدة يمكن أن يؤدي نقص فيتامين B12 إلى تلف العصب البصري ويمكنه أيضاً سد الأوعية الدموية في شبكية العين مباشرة يمكن أن يتسبب ذلك في ازدواج الرؤية وتشوشها وحتى فقدانها إذا شعرت أن رؤيتك تتدهور فلا تقم بالتشخيص الذاتي اذهب إلى طبيبك رابعاً شحوب الجلد غالباً ما يبدو الأشخاص المصابون بنقص فيتامين B12 بوجه شاحب أو لديهم مسحة صفراء خفيفة على الجلد وبياض العينين وهي حالة تعرف باليرقان يكمن السبب في ذلك في دور الفيتامين الأساسي في إنتاج الحمض اللازم لصنع خلايا الدم الحمراء وعندما يفتقر الجسم إلى هذا الفيتامين فإن التعليمات الخاصة ببناء الخلايا تكون غير مكتملة والخلايا غير قادرة على الإنقسام خامساً الإحساس بالوغز يعد تلف الأعصاب أحد أخطر الآثار الجانبية لنقص فيتامين B12 على المدى الطويل ويمكن أن يحدث هذا العرض مع مرور الوقت إذ يعد فيتامين B12 مساهماً مهماً في المسار الأيضي الذي ينتج المادة الدهنية وهي مادة تحيط بالأعصاب كشكل من أشكال الحماية والعزل وعند غياب فيتامين B12 تنتج هذه المادة بطريقة مختلفة ويصبح الجهاز العصبي غير قادر على آداء وظيفته بشكل صحيح سادساً اللسان الناعم وفقاً للمعهد الوطني للقلب والرئى والدم في إنجلترا يمكن أن يكون اللسان الناعم علامة على نقص فيتامين B12 فاللسان الناعم هو علامة على التهاب اللسان والذي يمكن أن يحدث بسبب نقص فيتامين B12 ولكن ما الذي يمكن أن يسبب نقص فيتامين B12؟ تحتوي أجسامنا على بكتيريا جيدة وهي المسؤولة عن تكسير العطعمة وامتصاص العناصر الغذائية ولكن عندما يكون هناك خلل في بكتيريا الأمعاء يمكن أن يؤدي إلى امتصاص غير سليم للعناصر الغذائية الأساسية ويمكن أن يشمل ذلك فيتامين B12 خطوات التخلص من نقص فيتامين B12 الخطوة الأولى للتخلص من نقص فيتامين B12 هي تغيير نظامك الغذائي أضف مصادر فيتامين B12 مثل السمك والدجاج ولحم الضان يمكنك أيضا إضافة كبد البقر وكبد الدجاج وإذا لم تكن إضافة مصادر الطعام خيارا فإن تناول مكملات فيتامين B12 يعد خيارا آخر ولكن لا تبدأ في تناول المكملات حتى تتحدث مع طبيبك أولا هذه المكملات هي أيضا خيارات جيدة لأولئك الذين لا يأكلون اللحوم خطوة أخرى رائعة يجب اتخاذها وهي تناول البروبياتيك عالي الجودة سيساعد كذلك على امتصاص فيتامين B12 بشكل أكثر فاعلية تشمل مصادر البروبياتيك عالية الجودة الكفير والشوكولاتة الداكنة وللحفاظ على صحة أمعائك تحتاج إلى تقليل عدد الأطعمة الالتهابية التي تتناولها وتشمل هذه الأطعمة الأطعمة المعلبة والوجبات السريعة والأطعمة المقلية واللحوم منخفضة الجودة والمضافات الغذائية إذا اتبعت نظاما غذائيا صارما وأخذت مكملات B12 الضرورية فلا ينبغي أن تعاني من نقص فيتامين B12 الآن أنت تعرف أهم العلامات المرتبطة بنقص فيتامين B12 مما يسهل عليك استشارة الطبيب إذا كنت قلقا شاركوا هذا الفيديو مع شخص يحتاجه ولا تنسوا الاشتراك في قناتكم نحو حياة أفضل موسيقى 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 اشتركوا في القناة